للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية أبو بكر مرحبا بك ما هو الإطار الذي أعلنت فيه حكومة الحزب العمال هذا الكلام المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية وإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو جالانت الإطار العام ينقسم إلى توايين بالأساس الأول هو ما تريده حكومة العمال بمعنى أدق أن تقول أن المملكة المتحدة بريطانيا تحترم القوانين الدولية والجهات القضائية والقانونية الدولية في هذا السياق المحكمة الجنائية الدولية لماذا هذا القول؟ لأنهم يردون أن يميزوا نفسهم عن حكومة المحافظين السابقة التي قالت أنها سوف تبدأ عملية من خلالها تعترض على اختصاص محكمة الجنايات الدولية في تنفيذ سلطتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين بالأساس لأن إسرائيل ليست عضوا موقعا على مثاق تأسيس محكمة الجنايات الدولية هذا كان المنطلق القانوني ذهب العمال وحكومتهم إلى القول بأن لا علاقة لهم كبريطانيا كدولة في ما تقرره المحكمة الدولية والمحاكمة الدولية بشكل عام فيما يخص سلطتها القضائية وقراراتها وأنهم يحترمون استقلالية هذه المحاكم وبالتالي هم سوف يلتزمون بقراراتها عندما تصدر دون الدفع هم أكدوا أن هذا لا يعني أن بريطانيا تريد من المحكمة إصدار أوامر اعتقال أو تحثها أن لا تصدر أوامر اعتقال هي فقط تحدد مناطق العمل وبالنسبة لها منطقة الحكومة البريطانية في العمل لا تصل إلى مستوى تقييم المحكمة ومحاكمة الدولية في قدراتها ومجال اختصاصها هذا المستوى الأول المستوى الثاني ينظر إليه في إطار علاقة الحكومة البريطانية بإسرائيل هناك تغير لا يمكن إغماض العين عنه لا يمكن أن تخطئه عين هناك تغير حقيقي حتى هذه اللحظة في مستوى اللغة ولكن هناك بعض الإشارات الأخرى أن الحكومة البريطانية هناك اختلاف في طريقة التعامل مع إسرائيل لأن هذا ليس الحدث الوحيد هذا اليوم الذي يؤشر إلى هذه المنطقة من تغير التعامل ذات الحكومة البريطانية عبر وزير الخارجية ديفيد لامي قيل عبر وسائل إعلام هنا محلية تم تسريبه اليوم أن ديفيد لامي طلب تقييما من مساعديه لهل إسرائيل تلتزم بالقانون الدولي في قطاع غزة أو لا وأنه ذاهب الآن أو خلال الأيام القادمة إلى الإعلان ربما وبنسبة كبيرة هكذا قالت التسريبات الإعلامية إلى وضع قيود على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وهنا اللغة تلعب دورها لأن المطالب كانت بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل المحافظون رفضوا ذلك تماما وجددوا عمليات تصدير الأسلحة قد يذهب العمال هكذا تقول التسريبات الإعلامية إلى وضع حظر وقيود على عدد من الصادرات لا سيما صادرات الأسلحة الهجومية هكذا سوف يكون الشكل النهائي للقيود المفروضة على صادرات الأسلحة والتبرير الذي سوف يسوقه العمال أو هذا ما الآن يعني تمهد له وسائل الإعلام أنه لا يمكنهم وقف كامل صادرات الأسلحة لإسرائيل في اللحظة التي تتعرض فيها لهجمات من جماعة الحوثي ومن حزب الله اللافت هنا أنه ذكرت الحوثي وحزب الله بمعنى أنه عندما تكون إسرائيل في حالة هجوم خارجي ولم يتحدثوا عن الداخل وعن غزة لابد من دعمها ولكن فيما يخص غزة لن نعطي إسرائيل أسلحة هجومية تستخدمها هناك مما يؤشر على أن بريطانيا ليست راضية بالمرة على طريقة تعامل إسرائيل العسكرية على الأقل في قطاع غزة هذه الإشارات مع بعضها يعني تكمل الصورة أن العمال ذهبون في اتجاه أشد انتقادا إلى إسرائيل ربما يعني الانتقاد اللفظي يكون معه بعض الإجراءات بعض القرارات هنا وهناك التي قد تذهب باتجاه وضع ضغط على نتنياهو على أمل طبعا تنفيذ رؤية بريطانيا الشاملة بوقف الحرب لكن أبو بكر يعني أنا فهمت من كلامك هنا أن هذا الموقف في المستوى الأول الذي ذكرته أنت آنفا هو لمجرد مخالفة لحزب المحافظين فقط هل هذا فهم دقيق أو صحيح؟ هذا جزء من الفهم الصحيح بكل تأكيد هو يعني المسألة أنه ليس فقط هذا لكن لا بد من أن مخالفة المحافظين ثم التركيز على لماذا هذه المخالفة المحافظون في الفترة الأخيرة اشتبكوا مع الهيئات الدولية والأممية وليس فقط فيما يخص إسرائيل ومحكمة الجنات الدولية المحافظون كانوا في إطار ملف الهجرة مثلا هددوا بأنهم مستعدون للانسحاب من المحكمة الأوروبية إذا هي عارضت قرار ترحيل اللاجئين يومها العمال انتقدوا هذا القرار وكان الطرح الواضح العمالي حتى عندما دخلوا للانتخابات بصفتهم مرشحين أنه لا يليق بحكومة بريطانيا أن تنسحب من المنظمات الدولية لأن هذا يسئل لصورة بريطانيا من أجل ذلك كلما صار موقف يمكن للعمال أن يلتزموا به بالقوانين الدولية سوف يستذكرون مرة أخرى أن المحافظين كانوا يريدون الانسحاب من هذه المؤسسات الدولية وهذا يسئل لصورة بريطانيا ونحن هنا لإصلاح الصورة نعم شكرا لك أبو بكر بشير من لندن أشكرك